السلام عليكم أحباتي الكرام، أهلاً وسهلاً بكم في الجزء الأول من حوار مع الطبيب باللغة الإنجليزية سوف نأخذ في هذا الدفس عشر عبارات إنجليزية جديدة ركز معي جيدة الآن حتى نحفظ أكبر كمية من المعلومات خلال خمس دقائق فقط حاول أن تكتب العبارات الجديدة وتكرها بصوت مرتفع لكل عبارة خمس مرات حتى تحفظها أما الآن، الضغط على إعجاب، اشترك في القناة، فعل زر الجرس حتى تصدق دميع دروس مباشرةً حين نشرها أما دروس السابقة تجدها أسفل هذا الفيديو في مربع الوصف الجملة الأولى نعم، كررها الآن خمس مرات حتى تحفظها وأكتبها في كراسك نأخذ العبارة الثانية هيا لنقرأها معاً الموعد عندي في الساعة العاشرة أحسن، نأخذ العبارة الثالثة تفضل، اجلس في غرفة الانتظار من فضلك، اجلس في غرفة الانتظار هيا لنقرأها معاً أحسنت، نأخذ العبارة الرابعة الطبيب سوف يأتي حالاً كررها الآن خمس مرات بالصوت مرتفع حتى تحفظها بشكل جيد الجملة الخامسة تأمينك الصح من أي شركة؟ بماذا أستطيع أن أخدمك؟ أحسنت، كرر الآن خمس مرات حتى تحفظها بشكل جيد نذهب إلى العبارة الرقم سبعة هل تشعر بالألم؟ هل لديك ألم؟ نأخذ العبارة البعض الثامنة أين الموضع الذي يؤلمك؟ أين الألم؟ أين يؤلمك؟ أين يؤلمك؟ العبارة اللي بعدها I always have back pain I always have back pain أشعر دائماً بالألم في الظهر I always have back pain العبارة العاشرة I often have headaches عندي صداع في أغلب الأوقات الآن أكملنا هذه العشرة عبارات بوقت قصير جداً حاول أن تكرر هذا الدرس عدة مرات وتتقنها وانتظرنا في الحلقة القادمة الجزء الثاني من هذه السلسلة حوار مع الطبيب مع عشر عبارات جديدة واستخدم الطريق المتبعة في قناتنا هي غريقة الحوض بالجمل فهي أسرع بكثير واكتب وكرر العبارات بكل عبارة خمس مرات حتى تتقن اللوظة الصحيح وتتقن أكبر كمية من اللغة الإنجليزية بشكل سريع جداً أما الآن اضغط على أعجاب اشترك في القناة فعل زر الجنس إن لم تكن مشترك وشارك هذا الفيديو مع جميع أصدقائك لتعم الفاهدة فإن رسالتنا في الحياة هي نشر الألم للجميع شكر لكم على المتابعة وإلى اللقاء في الحلقة الثانية